انا عتبي هلأ عتبي انه حزب الله لوحده عبي قاتل مين معه اللي حزب الله ايران ايران بطلت معه برأيك كيف تركته وكيف كيف برأيك طبعا كيف معه برهني لي ولو ما اليوم كل فترة في موفد ايراني من يومين كان دكتور علي الرجاني بلبنان لا كيف زلامة عم بيموت يومية في 30-40 شهيد وتدمير ضيع بكملة ونزوح مليون ونص وخراب ودمار ايه شو يعني اذا اجا المسؤول الايراني لهون حلت القصة برأيك تركته ايران لحزب الله ما بعرف انا شعران انه وحده يعني كأنه طب ليش بده تتركه فصيل هالقطع بتاعليه ايران كان حزب الله يجاهر مالي وسلاحي واكل وشربة كله من ايران لكن رح اعطيكي مقر ليش بده تتركه من بعد ما هالقدة كانت هي تركك انا انا مش انا واحدة عم تسأليني انا ماروني مسيحي عم بحكي هاي تسألي الشيعة ليش بك تسأليني لالي عطبك الكبير على ايران انا مش عطبك الكبير على ايران انه انا بلدي خرب بلدي خرب وراح وراح شهده من اللي ما بدنا اياهم كانوا يروحوا عم بحكيكي بكل صراحة شو شو وصل لي انا كنت متصور باحد المناقشات قبل الحرب انه خيطيب عنا صواريخ طيب نسين انه عندهم طيارات وهالطيارات عم تطلع كانت قبل الحرب وقبل حضرتك عسكري كنت مثلا مقتنع بانه حزب الله عنده صواريخ ارجعه ما خلتيني كفة لو بتخليني كفة كنت ما سألتي لانه خطر في بالي دوري عم بشرح لك انا باحد الاجتماعات بالمناقشات طيب انا كنت قول وسألت هذا السؤال مع مين اصدق اجتماعات ما بديلك مع مين مع المسؤولين بحزب الله عم نحكي بحزب الله وانا سألت هذا السؤال هذا سألت السؤال انه طيب نحنا عم نحكي بالخطابات وانه صواريخ بطال حيفا ويافا وتل ابيب ومندمر ومنطلع طيب عنا عنا صواريخ ارض جو ما نحنا بنعرف انه اسرائيل بخمس يم بخمس يم ربحة عثلت دول عربية بطل وسط الطيران طيب هل انه هالطيران هده يلي دوبل من الثلاثة وسبعين الهلاء دوبل وصار عندهم ستمائة سبعمائة من يمكن من اشهر طائرات حربية هل عنا نحنا امكانيات انا كنت مقتنع ما كان فيه جواب بوقتها بس انا كنت مقتنع انه بلا فيه كنت مقتنع انه نحنا عنا قدرة لضرب هيدا انه وقته بتسمع انه نحنا بنا ندمر اسرائيل كيف وهني بيعرفوا انه مش بس الخطر بالبر يعني نحنا بدل ما نخط بدل ما نهاجم اسرائيل صارنا بنا نمع اسرائيل تفوت على لبنان هاك الحرب هلأ اللي موجودة شوفي وين المشك لي وين المشك لي انا مش نهاج بلك انا ايران لازم كان تنتبه لها الموضوع انت وقت بك تسلحي حزب الله وتتوتر الاجواء بين مش بس بين حزب الله بين لبنان وبين اسرائيل تتوتر الاجواء كان لازم يكون السلاح كامل ومتكامل فهلأ يعني انا انا لك بدي انا بدي انصح ايران انه هلأ ما رح اشرح اكتر من اللي بدي اقوله هلأ بالحرب العالمية التانية دمرت دمرت المانيا وراح فوق تلتعشر مليون اتيل وقسم سرقه غربي وقسمه شرقية غربي حاد برلين حاد برلين انتهت الحرب انفك وراح اليوم اليوم المانيا اقوى دولة باوروبا ويمكن بالعالم اقتصاديا فاذا عرفت المانيا انه بالاقتصاد قدرت تحط ايدها على الدول مش بالبرودي ولا بالمدفع هاي بنصح انا ايران ايران اغنى دولي بالعالم ما انه محتاجي لاشي مش محتاجي انك انت ان ايران تجي تعمل علاقات مع العراق بواسطة الحشد الشعبي وتعمل علاقات مع لبنان بواسطة حزب الله وتعمل علاقات مع اليمن بواسطة الحوسيين لا انا انا بعمل علاقات دغري من دولة لدولة من دولة لدولة بقى انا هايدي نصيحتي لايران بكل سراح وانا قلتا بارح بس بتقولهم يعني شو تنازلوا عن هذا ما يعرف بالأذرع العسكرية اللي تمددت بكل هايدي الفترة بطبيعة بطبيعة الحال فيها في لبنان يعتز ايران بالغاز وبالبترول والايرانيوم أنا ثلاثة رباعة الشعب اللبناني ونص الشيعة وثلاثة رباعة الشيعة ما بقى بدون سلاح ما بقى بدون سلاح طبعا هدا اللي انا اقوله وارتيتك متى للمانيا امريكا حكم العالم بهالدولار اللي موجود عم تضرب شي صواريخ عم تضرب صواريخ عم تضرب وانه يعني بمعنى انه حكم العالم انه بتروحي على الصين انت تشتري بتخدي معك دولار ولا ما حدا بيبيعك بقى اش بدي يشتري الموضوع هو الاقتصاد وحط ايدك تستعملي وتستغلي وتستسمر تستسمر ارضك واللي هي اغنى دولي يعني بالنسبة لك لابد من اسقاط تصدير الثورة العسكر هون تصدير الثورة هيدا هو القائم يعني طبعا السورة ما بقى الى بالعصر اللي نحن فيه بالتكنولوجيا اللي تطورت صار اليوم بيقتلك انتوا يقعدوا ببيتك بدون ما تشوفيه ولا يشوفك بقى هيدا الموضوع بدين ما نطور كل هالأمور لقتل الإنسان نطور كل الأمور لنخترع دول للسرطان لنخترع دول لهالأشياء للعالم اللي عم تخلق مشوهة هكي نخلق نخلق بالعالم كله يعني الحرب ما تكون اقتصادية برأيها ما تكون عسكرية الحرب اقتصادية وهم شي هوني قوت يعني انه بالنهاية بالنهاية قوت قوت الدول المهمة قوتها باقتصادها خسرت إيران بمعنى عسكريا في لبنان يعني البعض بقول مرأ كتير على هالبلد وصيات واليوم بيعتبروا انه ايران هي من الوصاية التي خسرت وستخرج هذه الوصاية العسكرية عن البلد بتأيد هذه النظرية لكي وانا بدي اقليك شاهد لو ربحت ايران وتدمر بلدي هاك انا بالنظر اقلي انا غلي خسرت شو بدي بايران بس مين بتحاسب مين بتحاسب اذا خسرت مين بحاسب ما بحاسب حدا لبنان من حق ويحاسب اليوم لبنان من حق ويحاسب هلا لكي بالحرب كلنا مخطيين الشي اللي صار كلنا مخطيين حتى الدول اللي برا من التسعينات لهلا كمان مخطيين انا بدي اسأل سؤال طيب هني بيلومونا وكان بالدنيانا انه انه اندخل الجيش اللبناني ويسحب سلاح حزب الله بالقوة تتخلق فتني سنية فاذا انا انا رحكون سيئ الني بها الموضوع انتوا لكان ما كنتوا تقولوا لنا ولا كان معنا خبر وكان يفوتها السلاح والسلاح لحزب الله والسواريخ لحزب الله كنتوا عن سوق نية ناطرين انت هسلاح يفوت تنتقل الجيش ويعلق هو حزب الله يعلق هو فريق لبناني ونعلق نحنا كلبنانيين بين بعضنا انتوا خليتوا لكان هسلاح ينطر ويفوت بدون ما تعترضوا بدون ما تعترضوا حتى بالآخر يعلق الجيش اللبناني مع حزب الله ويعلق اللبنانيين بين بعضهم ويتقسم لبنان ويكون حلم لإسرائيل وهذا اللي عم تطلبها لإسرائيل بس اليوم في فريق بقول حزب الله يجب أن يحاسب لأنه زج البلد بحرب مدمرة ومثل محاضرة تقوم بتقول اليوم وبالآخر النتيجة فيها خسارة كبيرة للبنان تؤيد من يطالب بمحاسبة حزب الله لكن بالنهاية بالنهاية لو شفت أنه في تأييد تبني بالخمس وسبعين للتسعين مين أيد مين حسب مين ما هني اللي علقوا هلأ حكمينك شو هم تحكيني بعد أنت أيا محاسبة ما هني اللي علقوا مع بعضهم خمس عشر سنة هني موجودين بالحكم بأغلبيتهم كيف بدأت تخلص بدي حاسب فريق لو حسبنا بعضنا من زمان ما كنا وصلنا لهون كيف بدأت تخلص هذه الحرب برأيك متفائل بما اليوم يقال أنا متفائل أنا عن جد متفائل بس تخلص الحرب نرجع من حاسب بعضنا على رواء من حاسب بعضنا يعني هلأ بالنهاية يعني 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 عبنقي كلماتي مشم مشم ما بكره العالم لك ما في عالم ما بيتسمعوا لك العالم بيحضروا العنوان وبيبنوا رأينا على العنوان لأنه ما عندهم ما عندهم وقت يتسمعوا أو يقروا لأنه فيه قد ما فيه بالسوشيل ميديا وبالإكس عنوين ما بيلحق الإنسان بيأخذ العنوان وبيخلص لهم على العنوان وبيطلع بالكومنت عليك ما بتعرفي أولى أولى ما بديش أقول أكثر من هالأدي أنا اللي بدي أقولك أنا متفائل من هالأخر السنة والرئيس الجمهورية الأمريكي اليوم لأول مرة أنا برتاح لأنه هو وعد اللبنانيين وهو بيعرف أنه العرب والمسلمون واللبنانيون هاللي اللي نجحوا واللي خلوا الفارق الكبير بينه بين كاميلا هاريس وبدو يوفي بوعده بيوفي ترامب بوعده وبدو يوفي بوعده يعني حضرتك مننا المتفائلين بأنه الحرب قبل نهاية العام رح تخلص صحيح وترامب رقم اثنين غير ترامب رقم واحد شو يعني غير بأي ميدي غير بالنسبة لإيران كمان نفس الشي يعني ما رح يكون يلي شيل الخمسة عشر الشي أسمو الخمسة عشر قلت يلي شيل التفاهم اللي حصل حول الامبلة النووية والإشياء ما بحبش سميها لأنه اخترعوها ليقتلوا العالم بدل ما يخترعوا إشياء للعالم يعني حتكون بتحسوا أنه ما رح يكون متشدد بالعلاقة مع إيران مثل ما كان بأول ولاية رح ينهي الحرب بين إيران بين روسيا أوكرانيا أوكرانيا رح يتفاهم مع الإيرانيين وطبعا هذه بدأ حلقة حلقة مخاصة حاول وشو الاستفادة قلتلك رعطيك عنوان إيران أغنى دولي بالعالم يعني بتستبعد منا بحاجة إيران لأنه ما تستورد شي من بره إيران يعني بتستبعد أنه يصير في حرب على إيران مباشرة مش حرب بدأ يصير في تفاهم والعنوان رح يصير فيه حرب اقتصادية بين أمريكا وبين الصين هو استبعاد إيران عن الصين ليجربوا يبعدوا إيران عن الصين كيف بدأ تثبط معهم هاي دي تثبط معهم مطاريء الحرير والممرات المحرية تثبط معهم إذا بكرة أنا بدي أسأل هاي شي إلتم برح وأنا إلتم برح للإيرانيين عندي ببيتي وقالت إجوا تلفزيون العالم إجوا لعنتي ويحكوني قلت لهم أنا المصاري اللي بردت تحطها إيران على استعمال القملة النووية على مين بتضربها خليها تستثمر تستثمر الإمكانيات الاقتصادية الإمكانيات اللي عندها غاز وبترول وأورانيوم واللي بديك موجودين موجودين عندهم وعند أفغانستان بقى تستثمرهم كل العالم بيرقدوا لعندها ما عاد عندها عدو ما عاد عندها بحاجة كل العالم بيرقدوا ساعتها هي هي عن جد بتبرهن ساعتها أنها صارت أمبراطورية فارسية ما بقى بهذا الأيام اليوم نحن عم نعيش مع تطور وبكرة رح تشوفي أنه مع الوقت اللي بيسموه شو بيسموه العقل أو دلني إنسى اسمها هادي شو هي اللي هلأ اللي عم بيستعملوها الارتفش 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 بقى هاي وذكاء الاستناعية طبعا هلأ أنت أنا وياكي هلأ أنا وياكي بتحكي مع واحد بأمير كانت وقعد يوم بتشوفي صوته وصوته ومع رح تتطور الأمور أكثر نسمى بير هلأ رجعوا يقدروا يركبوا أصوات ويجبوها صحيح صحيح بكرة رح تشوفي منا بحاجة بقى لأسلاحه منا بحاجة لبرودي ولنا حاجة نقتل بعضنا نحن بحاجة للاقتصاد لنعيش بين بعضنا أنا اللي بعاجشني واللي بينعش بلدي هيدا بحبه أكتر مش اللي بيعطيني سلاح لحتى حبه أكتر أنا بكرة بتتفرجي رح يصير فيه صلح مع إيران بين أمريكا وبين إيران وإسرائيل وإيران ما بالنهاية بس أمريكا يعني إيران أمريكا يعني إسرائيل يعني بصير فيه صلح بين إسرائيل وإيران مش بالضرورة صلح بس ما بقى فيها التعنت ما بقى فيها المشاكل ما بقى فيها الحروب ومع الوقت مع الوقت بتصير الأمور يعني بتستبعد مع البعض يتوقع اليوم أنه رح يكون فيه هناك ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران. وتحديد المفاعل النووي كمير. لا يوجد ضربة. أنا تمنيت أنه كيف أكون تضعوا مساري لتعملوا مفاعل نووي؟ لا. ضربة عسكرية إسرائيلية على المفاعل النووي الإيراني. أقول لك. بالتفاهم بكرة سيصير مع الأمريكان بين إيران. يمكن ينتهي. يتغير هالمفاعل النووي لخلق إمبلي زرية أو إمبلي نووية كما يسموها. يمكن بيصير فيه إنتاج كهرباء. بتبيعنا كهرباء. لأنه اللي هلأ بقوله هو إنتاج سلمي. ما بقوله إنتاج عسكرية. إنتاج كهرباء. البدكة. إنتاج للمصانع. إنتاج للبدكة. منا بالضرورة. وقلتلك أنا إذا عملت إمبلي نووية إنه شو بالنهاية؟ بتخوف مين؟